ما الذي تريده بعد يا وطني؟ هذه ساقي التي فقدتها خلال الحروب وهذه جروحي التي تلقيتها وأنا أتصدى لعناصر داعش بكل هذا الألم وخطوات بالكاد يوازنها داخل هذا الرجل مجلس محافظة ديالة مطالبا بحقوقه بعدما عجز عن نيلها بسبب ما وصفه بتعسف القائمين على الدوائر المعنية وجلهم من عشيرة بني تميم وانحيازهم لأقاربهم على حساب المهنية والحقوق المشروعة حسب قوله يعني هي ظلت بلدية، ظلت دائرة، ظلت قضاء، ظلت حكم أقول لك يا شنو غارة؟ غارة عشيرة؟ غارة مع العشيرة بني تميم يعني نبدل يدفتي ماني لسا شنو عدنا إحنا؟ إحنا جاينا خدام دي نخدم خب خلي حط أي واحد خلي جمول الأفضل من أي عشيرة ولأن أغلب البلدان تعتمد الكفاءة عند المفاضلة بين المتقدمين للمناصب التنفيذية إلا أن ذلك يبدو بعيد المنال في محافظة ديالة التي تخضع تماما لتأثيرات العشيرة بحسب ساسة ومراقبين فأغلب المناصب المهمة لبني تميم وقد انعكس ذلك سلبا على أوضاع المحافظة عموما يعني لو نلاحظ الدوائر يعني نجد أنه مثلا هناك من العشيرة الفلانية أنه مجموعة كبيرة وهناك عشائر أخرى يعني لربما ليس لها من الطبيعي أن هذه الولاءات العشائرية أو القبلية تنعكس يعني على الواقع الخدمي على واقع العمار على الواقع الاجتماعي الواقع الاقتصادي ولأن عشيرة بني تميم من بين أكبر العشائر في المحافظة وقدمت خيرة أبنائها ضحايا لتحرير أغلب المحافظات من الإرهاب ورغم ذلك لم تأخذ ما تستحقه من المناصب التنفيذية بحسب المحافظ الذي نفى جميع الاتهامات لأن أقاربه لم يستلم أي منصب خلال فترة استلامه المسئولية باستثناء بلدية بعقوبة وبأمر وزاري متهما البعض بإثارة الشارع عن طريق الاعتصامات ولأغراض شخصية قبل مجيئي للمحافظة كان مناصب لدى بني تميم أكثر من الوقت الحاضر هاي واحد اثنين أكثر الأوامر الإدارية التي صادرها بحق المدراء إذا كانوا تميمهم من قبل الوزارات وليس من قبل المحافظة لقاويل كلما تقدم أحد لإشغال منصب ما ويكون خارج الضوابط وعدم موافقة الوزارة يثير مثل هذه المشاكل ويقوم بتجميع عداد قليلة ويدعي بأن هناك مظاهرة في المحافظة هذا الشيء المؤسف أنه أما تعطوني منصب وأما أقوم بالمظاهرة من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالة هادي العنبقي الحرة